أنتم الآن في نشرة الموجز وجه النائب البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مصطفى براهيمي سؤالاً كتابياً إلى خالد أيت الطالب وزير صحة والحماية الاجتماعية حول ارتفاع عدد الوفيات بسبب ارتفاع درجة الحرارة وتوفي الأربعاء 21 شخصاً من كبار السن يعانون من أمراض مزمنة 17 منهم داخل المستشفى الإقليمي ببني ملال وسأل البرلمانيو البرهيمي الوزير أيت الطالب عن الإجراءات التي سيتخذها لفتح تحقيق حول أسباب ارتفاع عدد الوفيات بسبب ارتفاع درجة الحرارة وعن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها لحماية المواطنين من ارتفاع درجة الحرارة في عدد من المدن حتى لا تتكرر مأساة بني ملال أعلنت جمعية هيئة المحامين بالمغرب عن تنظيم وقفة وطنية غداً السبت على الساعة الثانية عشرة زوالاً أمام مبنى البرلمان وتأتي هذه الوقفة بحسب الأخبار في إطار الدفاع الحقوق ومصالح المحامين وتعزيز مكانة المهنة في المجتمع ودعت الجمعية جميعاً نقباء أعضاء الهيئات والزميلات والزملاء وكل الإطارات المهنية إلى التعبية والحضور المكثف من أجل إنجاح هذه المحطة المهمة وسبق هذه الدعوة صود المحامين المغاربة لإضراب عن العمل ثلاثة أيام احتجاجاً على التراجعات الخطيرة التي تمس بحقوق المتقاضين والمكتسبات الدستورية والحقوقية والأمن القانوني والأمن القضائي والتي جاء بها مشروع قانوناً مصطر المدنية 2023 أعلن البنك الإفريقي للتنمية الجمعة أنه قدم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو 130 مليون دولار لكل منهما لتمويل منطقة صناعية في ميناء بشمال شرق البلاد وتحسين الحكامة الاقتصادية في البلاد وذكر البنك الإفريقي للتنمية في بيان أن القرض الأول يهدف إلى تطوير منطقة صناعية في ميناء مدينة نظور فيما قال إن القرض الثاني مصمم لدعم قطط المغرب لتعزيز حكامة المؤسسات العامة وتحسين مناخ الأعمال والحماية من الصدمات الخارجية وتعزيز القدر على الصمود في مواجهة تغير المناخ ومن المتوقع أن يرتفع الدين الفكومي المغربي إلى 70.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 69.5% العام الماضي أعلن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الجمعة دعمه لترشيح نائبة الرئيس كامالا هاريس للبيت الأبيض عن الحزب الديمقراطي وكاتب أوباما على منصة X اتصلنا أنا وميشيل في مطلع الأسبوع بصديقتنا كامالا هاريس قلنا لها إننا نعتقد أنها ستكون رئيسة ممتازة للولايات المتحدة وإنها تحظى بدعمنا الكامل وحظيت هاريس بدعم كبير منذ إعلان ترشحها إذ توحد الحزب الديمقراطي خلفها وحصلت على تأييد نقابات عمالية وناخبين سود ولاتنيين إضافة إلى زيادة في جذب اتبام الناخبين الشباب للتوصل بجديد الأخبار تابعونا على صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي